بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين أما بعد قال المؤلف غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين فصل يحرم الكلام والإمام يخطب وهو منه بحيث يسمعه ويباح إذا سكت بينهما أو شرع في دعاء وتحرم طيب الحمد لله رب العالمين وصلنا وسلم على البشر النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا يقول المصنف رحمه الله يحرم الكلام والإمام يخطب وهو منه بحيث يسمعه يحرم الكلام هذا بيان حكم الكلام حال الخطبة فقوله والإمام يخطب هذه جملة حالية قيدت التحريم والمعنى أنه لا يجوز الكلام وقت خطبة الإمام ويبتدئ التحريم من شروع الإمام في الخطبة لأنه مأمور بالسعي إليها والسعي إليها يقتضي الإنصات لها قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصد والإمام يخطب فقد لغوت فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أمر الرجل غيره بالإنصات وقت الخطبة حال خطبة الإمام مما يفضي به إلى اللغو واللغو هو القول الباطل المقصود باللغو القول الباطل وهو ما يترتب عليه إثم ومعنى قد لغوت أي وقعت في الإثم في الكلام الذي تأثم به وهذا وجه التحريم في قوله يحرم الكلام وقوله رحمه الله وهو الضمير يعود إلى المتكلم منه أي في مسافة من الإمام الضمير يعود إلى الإمام بحيث يسمعه أي أنه إنما يحرم الكلام إذا سمع المأموم خطبة الخطيب وكلامه أما إذا كان بعيداً منه بعداً لا يسمع قوله كان يكون في جامع واسع وليس فيه ما يبلغ الصوت من الوسائل ولا يسمع ما يقوله الإمام ففي هذه الحال لا يلزمه ما ذكر من حكم لأن الإنصات إنما هو لأجل الاستماع فإذا كان لا يبلغه صوت الإمام فلا معنى الإنصات لكن قال الفقاء لا يتكلم بما يشوش على غيره وقوله رحمه الله وهو منه بحيث يسمعه فهم منه أنه إذا كان قريباً منه ويوجد ما يمنع من السامع كان يكون الحاضر أصم فإنه لا يجوز له الكلام بل يجب عليه الإنصات لأنه قيد الإباحة بما إذا كان منه بحيث يسمعه وقوله رحمه الله وهو منه بحيث يسمع يشمل ما إذا كان الإنسان داخل المسجد وخارجه فإذا كان خارج المسجد ويسمع كلام الإمام فإنه يجب عليه الإنصات لكن قيد ذلك بعض الفقهاء بما إذا بلغ مكاناً يصلي فيه إذا كان خارج المسجد بما إذا بلغ مكاناً يصح أن يصلي فيه أما إذا كان في مكان بعيد عن المسجد ويسمع الخطيب ولا يصح أن يصلي فيه وهو ما تتصل فيه الصفوف إلى خارج المسجد فإنه لا يمنع من الكلام وقيده بعضهم وهو تقيق شيخنا ابن أثنين رحمه الله بما إذا كان يقصد الصلاة في هذا المسجد فإنه يمتنع من الكلام إذا بلغه صوت المسجد ولو كان صوت الخطيب ولو كان خارج المسجد إذا كان يقصد المسجد لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب وهذا الإمام مقصود أنت قد ذهبت إليه والخطبة موجهة إليك فيلزمك الإنصات ولو لم تكن داخل المسجد ولم يقيد ذلك بقرب أو بعد أو بالمكان الذي يصح أن يصلي فيه أو لا وعلى كل حال يلزم بالتأكيد إذا كان في المسجد أو في مكان يصلي فيه خارج المسجد هذا لا إشكال في أنه داخل في الحديث لكن إذا كان في مكان نائن عن المسجد لا يبلغه موضع الصلاة أي لا يكون فيه صلاة لو أراد الاعتمام فالذي يظهر أنه لا يلزمه الإنصات ولا يحرم عليه الكلام لكن يندب له ذلك أما التحريم فهو فيما إذا حضر إلى المكان الذي تبلغه الخطبة ويصلي فيه سواء كان داخل المسجد أو خارج المسجد وهذا ما ذكره جملة من فقهاء المالكية وغيرهم كذلك فقهاء الحنابلة أشاروا إلى هذا المعنى قوله رحمه الله يحرم الكلام يشمل كل كلام مفيد وكذلك ما ليس بمفيد من الكلام أما تحريم الكلام المفيد لأن الكلام في كلام العرب يطلق على المفيد والنص ورد في ذلك إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت وهذا كلام مفيد ولو كان قليلا لأن أنصت كلمة واحدة لكنها جملة مفيدة فقد لغوط فمثله من باب أولاء إذا تكلم بكلام لا يفيد إذا تكلم بكلام لا يفيد فإنه يمنع من الكلام هذا التحريم للذكر المؤلف رحمه الله هو قول جمهور العلماء ومذهب الحنفية والمالكية والحنابلة أما الشافعية فيرون أن الكلام يكره وقت الخطبة ولا يحوم يكره وقت الخطبة ولا يحوم وستدلوا لذلك بأن النبي يكلم رجلا فقال أصليت ركعتين كما في الصحيم حد جابر وكلمه الرجل الذي دخل وقال يا رسول الله هلكت الأموال وجاع العيال وانقطعت السبول فتع الله أنه غيثنا في حديث أنس فقالوا هذا دليل على أن قوله فقد لغوت ليس على وجه التحريم إنما هو على وجه الكراحة وأجاب الجمهور عن هذا بأن النهي إنما هو فيما إذا كان كلاما لغير الخطيب أما إذا كان للخطيب لأحد من الناس أو العكس من المأمومين للخطيب فإن هذا لا يمنع منه لورود الإذن به في السنة أما إذا كان لرجل يكلم غير الخطيب فهذا ورد فيه قوله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت قال رحمه الله ويباح بينهما أي يباح ويباح إذا سكت بينهما أو شرع في الدعاء التحريم موضعه خطبة الإمام عند كلامه والسثن من ذلك ثلاثة مواضع الموضع الأول بعد دخوله وقبل شرعه في الخطبة فإنه لا يمنع من الكلام لأن الإمام لا يخطب وهو في هذه الحال إنما يتهيأ للخطبة وهذا المذهب وقيل بل يمنع وهذا وجه آخر في مذهب الحنابل أنه يمنع لأنه ملحق بها والصواب أنه لا يمنع كذلك بين الخطبتين وقت سكوت الإمام لأنه لا يخطب وقيل يمنع لأن السكوت عارض وهو في خطبة ما زال والذي يظهر أنه لا يمنع إذا دعت إلى ذلك حاجة أما قوله رحمه الله أو إذا شرع في الدعاء قالوا لأنه لا يجب الدعاء في الخطبة فلا يجب الإنصات إليه فإذا شرع في الدعاء فإنه يجوز الكلام عندئذ وقيل بل إذا شرع في دعاء غير مشروع إذا كان الدعاء فيه اعتداء فإنه لا ينصت لا يجب على الإنصات لأنه كلام لا يجوز والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه لا يستثنى الدعاء إذ الدعاء من الخطبة والنبي صلى الله عليه وسلم دعاء في الخطبة بدعاء للسسقى وهذا أصل في مشروعية الدعاء في الخطبة فقوله إنه ليس بواجب يفضي إلى اضطراب الأمر لأنه قد يدعو في وسط الخطبة وقد يدعو في والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقيد ذلك بشيء بل قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب وخطبة الإمام ذكر وتذكير ودعاء فالعموم فيها شامل لكل هذا ولهذا هذا السهناء خلاف الصحيح الصواب في ذلك أنه ينصت ولو كان في الدعاء وأما قبل شروعه في الخطبة وبين الخطبتين وبين الخطبة والصلاة لا بأس بالكلام لا بأس بالكلام قال رحمه الله وتحرم إقامة الجمعة وإقامة العيد في أكثر في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة لضيق كضيق وبعد وخوف فتنة تحرم إقامة الجمعة أي لا يجوز أن تقام في البلد أكثر من جمعة لا تجوز إقامة أكثر أكثر من جمعة في البلد بل يقتصر على جمعة واحدة لأن الأصل في الجمعة تجمع أهل البلد لكن انضاق الأمر بأن كان مكان الصلاة لا يتسع لأهل البلد فهنا لا بأس بإقامته في موضع آخر مراعاة اللضيق هو ماذا قال قال تحرم إقامة الجمعة تحرم التحريم المنع الجازم الذي يفضي إلى الإثم وعدم الصحة يفضي إلى الإثم وعدم الصحة لكن انظر قال إلا لحاجة مع أن القاعدة أن الذي يبيح المحرمات هو الضرورات وهذه حاجة وليس الضرورة والحاجة إنما تبيح المكرهات لا المحرمات فكيف يقول إلا لحاجة الجواب أن المقصود بالحاجة هنا الحاجة العامة والقاعدة أن الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة وبالتالي القاعدة مضطردة ولا إشكال في قوله إلا لحاجة لأن مراده بالحاجة هنا ليس الحاجة الخاصة التي لا تبيح لا تقوى على يباحة المحرم بل هي الحاجة العامة التي تنقل المحرم إلى الإباحة لما تقرر من أن الضرورات تبيحها المحرمات وما ينزل منزلتها من الحاجة العامة في الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة قال رحمه الله وإيقاء نعم وعطف على الجمعة العيد استوائها في الحكم في أكثر من موضع يعني موضع واحد من البلد يعني من مسمى المكان واستثناء لذلك الحاجة كضيق والمقصود الضيق أي أن لا يتسع المكان للمصلين فتتعدد توسعة على الناس قال وبعد أي أن تكون البلد فسيحة واسعة ما يستطيع الناس أن يجتمعوا فيه يجتمعوا للصلاة الجمعة في موضع واحد للمشقة فلا بأس بالتعدد قال وخوف فتنة أي خوف وقوع فتنة وشر وفساد بين الناس بأن يكون بين أهل البلد نزاعات وخصومات فهنا لو صلى كل قوم لو تعددت الجمعة درأ لفتنة النزاع والإشكال فتصح الصلاة متعددة تصح الصلاة الجمعة ولو تعددت قال رحمه الله فإن تعددت أي أقيمت الجمعة في بلد في أكثر من موضع لغير ذلك أي لغير حاجة من ضيق أو بعد أو خوف فتنة ونحو ذلك فالسابقة وقوع بالإحرام هي الصحيحة فالسابقة بالإحرام يعني السابقة بتكبيرة الإحرام هي الصحيحة فجعل الصحيحة هي ما تقدم فيه تكبيرة الإحرام وهذا فيه من العسر والمشقة والعناء ما يدخل على الناس لبساً عظيماً على هذا القول كما سيتبين بعد قليل إذا لم يعلم فعلى هذا القول ما الذي تصح تبطل الصلات لكن الأصوب مما ذكر المؤلف رحمه الله أنه إن تعددت بغير حاجة فال جاء المسجد السابق العتيق هو الصحيح الجمعة التي تقام في المسجد العتيق الأول السابق هي الصحيحة سواء أن تقدمت على غيرها أو تأخرت وذلك أن المسجد العتيق أحق وما حدث هو الذي ينبغي أن يزال ويلغى فلا يستوي ما تقدم مع ما تأخر ما لم يكن إحداث جديد لتعطل وعدم إمكانية الصلاة في القديم فعند ذلك يكون هناك سبب فإذا أقيم في مسجد التواطأ الناس أو أكثر الناس على الصلاة فيه لعدم قدرتهم على الصلاة في المسجد الأول عند ذلك ينتقل الحكم إلى المسجد الجديد قال رحمه الله ومن أحرم بالجمعة في وقتها هكذا عندكم العبارة ومن أحرم بالجمعة في وقتها وأدرك مع الإمام ركعة أتمها جمعة وإن أدرك أقل نوى ظهرا هذا في بيان حكم المسبوق في صلاة الجمعة المسبوق في صلاة الجمعة وهو من فاته شيء من الصلاة لا يخل من الحالين إما أن يكون مسبوقاً مسبوقاً بركعة فهذا بالاتفاق يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فيصلي الصلاة على نحو ما شرع ويأتي بها كما أمر فيصلي ركعتاً بعد ركعة الإمام أما إذا كان مسبوقاً بركعتين بمعنى أنه جاء إلى الصلاة بعد رفع الإمام من الركعة الثانية فهذا للعلماء فيه أقوال المؤلف رحمه الله قرر أحد هذه الأقوال وهو أنه إذا فاته الركع الثاني فإنه لا يدرك الجمعة لا يكون بذلك مدركاً الجمعة ومعنى أنه لا يكون مدرك الجمعة يعني لا يصح أن يقتصر على صلاة ركعتين بل ينويها ظهراً فسيصليها ظهراً هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله فيما يتصل بمن أدرك الصلاة مع الإمام ما بعد الركع الثاني ولا فرق في ذلك بين أن يعلم ذلك أثناء أثناء قبل دخوله أو بعد دخوله إذن ما قرره المؤلف رحمه الله أنه إذا جاء المأموم بعد الرفع من الركعة الثانية فإنه يصلها ظهراً ولا فرق في ذلك بين أن يعلم أنه قد سبق بركعتين أو أن لا يتبين له إلا بعد دخوله لأن هذا فرضه لأن هذا فرضه وهو دخل بنية إبراء ذمته من الفرض الذي لازمه فكان واجباً عليه ما ذكر المؤلف رحمه الله من أنه يصلي ظهراً قال ومن أحرم يعني كبرت كبيرة الإحرام بالجمعة بعد في وقتها أي في وقت الجمعة قبل خروج وقتها وأدرك مع الإمام ركعة أتم جمعة وإن أدرك أقل نوى ظهراً نوى ظهراً أي صلىها ظهراً وقوله رحمه الله في وقتها خرج به ما إذا أدرك ركعة أو أدرك شيئاً مع الإمام بعد خروج وقت الجمعة مع أن هذا محرم لا يجوز لكن لو جرى فإنه يصليها ظهراً سواء أدرك ركعة أو لم يدرك شيئاً أو أدرك دون الركعة إذن هذا ما يتصل بما قرره مؤلف في من لم يدرك شيئاً من ركعات الجمعة مع الإمام جاء بعد رحمه ركع الثاني فإنه يدخل بنية الظهر إن علم وإن لم يعلم فإنه يصليها ظهراً لأن ذلك فرضه هذا إن كانت الصرات في وقتها أما إن كان أدرك ركعة أو لم يدرك ركعة من الجمعة التي خرج ما أدركه منها عن وقته فإنه لا يصليها إلا ظهراً لأنه غير مدرك للجمعة هذا القول ذهب إليه الجمهور وذهب طائفاً من أهل العلم إلى أن من أدرك مع الإمام شيئاً من صلة الجمعة أتمها جمعة ولا يجزئه غير ذلك لعمم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فمن أدرك شيئاً من صلة الجمعة فقد أدركها ولا يصلي ظهراً وهذا ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة وذهب إليه جماعة من أهل العلم إذن هذا هو القول الثاني من من الأقوال ومن أهل العلم من يرى أنه من لم يدرك الخطبة فلا يصليها جمعة فهذه أشد الأقوال في مسألة إدرك الجمعة ما ذكره المؤلف هو مذهب جمهور أهل العلم من الملكية والشافعية والحنابل وغيرهم القول الثاني أن من أدرك شيئاً مع الإمام فقد أدرك الصلاة ولا يصليها إلا جمعة لا يصليها ركعتين والراجح والله تعالى على ما ذهب إليه الجمهور الأقرب إلى الصواب هو ما ذهب إليه الجمهور و دليله حديث به هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وفي لفظ لمسلم من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة وجاء حديث ينص على هذه الصورة فيه قوله صلى الله عليه وسلم حديث به هريرة من أدرك من الجمعة ركعة صلى إليها أخرى فإن أدركها جلوساً يعني بعد إيش بعد رفع الإمام من الركعة الثانية صلى ظهراً وهذا يشبه أن يكون بيان للإجمال في الحديث السابق يشبه أن يكون بياناً للإجمال في الحديث السابق والراجح وما عليه الجمهور أن من أدرك من الجمعة ما دون الركعتين يعني جاء دخل الصلاة بعد فراغ الإمام من الركعة الثانية فإنه يصليها ظهراً وهو قول الجمهور قال رحمه الله وأقل السنة بعدها فراغ الآن من أحكام ما يتعلق بصلاة الجمعة قال وأقل السنة بعدها ركعتان وأكثرها ست ركعات أقل السنة أي ما يصلى تطوعاً بعد الجمعة ركعتان لحديث ابن عمر في الصحيح أنه كان يصلي ركعتين بعد الجمعة وقال وأكثره ست ركعات أيضاً جاء عن ابن عمر في رواية عنه أنه صلى صلى الله عليه وسلم ستة بعد الجمعة وبعضهم قال يدل عليه أن النبي صلى ركعتين وأمر بأربع في حديث ابن هريرا صلوا بعد الجمعة أربعاً فالمجموع ست والذي يظهر والله تعالى أعلم أن المحفوظ في الصلاة الراتبة بعد الجمعة أنها إما ركعتين وإما أربع ركعات قال ويسن قراءة سورة الكهف في يوم الآن انتقل إلى ما يسن في يوم الجمعة وهذا تكميل وتتميم للمسائل المتصلة بالصلاة فالصلاة الجمعة لها لواحق قبلها ومسائل تتعلق بعدها بيّن ما يتصل بيوم الجمعة فقال يسن قراءة سورة الكهف في يومها في يومها أي في يوم الجمعة واليوم يبتدئ من صلاة الفجر وقولوا في يومها فهم منها أنه لا تقرأ في ليلتها وإلى هذا وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم وذهب طائفة إلى أنه تقرأ في يومها وكذلك في ليلتها أما من قال بأنه تقرأ في يومها فاستدل بحديث بسعيد الخدري من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له ما بين الجمعتين هذا زمانا وأما مسافة ما بينه وبين البيت العتيق ما بينه وبين البيت العتيق والأحديث الواردة في ذلك في إسنادها مقال من جهة رفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم والصواب أنها ثابتة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فضيلة قراءة الكهف في يوم الجمعة ثابتة عن جمع من الصحابة وما ورد من فضيلة قراءة سورة الكهف عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس مقيدا بالجمعة لكن جاء تقيده بقول الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولهذا ذهب جمهور العنم إلى استحباب قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة ويبتدئ هذا من فجرها إلى غروب الشمس ولا يتقيد بما قبل الصلاة بل إلى غروب الشمس وأما قراءتها في ليلتها في قوله رحمه في يومها فقد جاء في بعض رواية الحديث من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أو ليلتها وهذا فيه شمول الليلة للفضيلة والصواب أن ذلك لا يشمل الليلة بل يقتصر على اليوم فالحديث في أصله ضعف وهذه الرواية ضعيفة قال رحمه الله وأن يقرأ في فجرها ألف لام ميم السجدة وفي الثانية وفي الثانية هل أتى عن الإنسان حين من الدهر وهذا من السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى الله عليه وسلم وقد ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم من أحاديث عديدة مشروعية قراءة سورة السجدة والإنسان في فجر يوم الجمعة نقف على هذا ونقف إن شاء الله دعا سوء قادم عندما ترغم أثبت آ分鐘 اشترك